السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا المالي شغل بالموضوع نهائيا وابدا ودوما. السلام عليكم بقول لكم سالفة يعني. يعني تبرير شخصي يعني تحليل احساسي يعني او توضيح ذا حد مفاهم. ولو انه انتشر الفيديو بشكل عميغ جدا. يعني حلو بتكتب امسيف مدلا امسيفة. ابلع. تعصر امسيف فيه كل مكان في العالم. اهه. امسيف امسيف هي وابوهي واخوانه والدنياه وعالمينه وكل شي. فوالله هذا كل ما في الموضوع امسيف. شنو شالفة امسيف? امسيف جهت حرمة. اهه. قالت. قضينا ايام كتير حلوة على اليوتيوب مع مع بعض. احلى سنتين ما رأوا بحياتي السنتين اللي عشتها معكم. وهلأ جا الوقت اللي صار لازم فيه اني اترك اليوتيوب. انا ما عاد انزل اي فيديو عن اليوتيوب. بس حابة اني لكون شغلة. احين شفت حركة يدها هالي. والصوت الصراخ اللي داخل. حركة اليد هالي طبعا. عنا كعرب. يعني مو متواجدة عندنا يعني مو معروفين فيها صراحة يعني. مزين? ففي ناس شنو حللت الحركة? حللت 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 حللت. تحليلات كثيرة حللت الناس. طبعا هذا حسب ما ما هو واضح طبعا هذا البيت اللي ساكن فيه امسيف هو حقها. تمام? والحركة اللي سوتها في يدها هي حركة استقاثة. شون تكتشف انها استقاثة? شوية انا وبشرح لكم شون تكتشف انها استقاثة. امسيف عندها خمسة مليون متابع. هل? امسيف الحين. هالدرجة قبية. يعني تكذب على جمهورها وناسها. خمسة مليون هذون. تسوي لها فيديو بثلاثين ثانية. ويوصل ثمانتعش الف مليون مشاهدة. بعدين يعني تطلع بالدراما. تقول والله صار معي كيتو 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 وانت الموضوع. فلا مستحيل. ما في هذا الحركة. انا ما ادري طبعا انا اتكلم على على النية. اه لا دفاع لها ولا ضدها. انا ما ادري عنها شونه هي. ممكن بكرة تنزل ولا تقول لكم ترى هذا ما اقلب. انت عن موضوع. سهلا الشيء صح? سهلا. طيب الحركة هذي متواجدة عند الاجانب. ها الطريقة شرعية يعني معروفة. يعني مثلا انت تسوي كذا بيدك تطلع فيديو تسوي كذا بيدك انت الموضوع خلاص عرفه انك يعني تستغيث انك يعني تتعرض للعنف المنزلي. العنف المنزلي تحديدا العنف المنزلي. اوكي خصوصا انه حنا في حال اه. حاليا العوائل يعني في في زمن المرض هذا. ها هو كيرونا. تحصر الناس يعني جالسين في البيت 24 ساعة يعني ما في طلعات غليلة يعني الا 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 الحاجة والسوالة خصوصا بالدول العربية يعني. وبعض الدول. ها فا فا يعني يصير عنف عائلي. بس هو ما يستحب انه انسان يطلب الاستغاثة على اهل بيته يعني العنف العالي وش بيكون يعني شنو بيسوولك بيقتلونك يعني مستحيل هذا الشي مستحيل من سابع المستحيلات اهلك يقتلونك يعني الاستغاثة هل تستغيثين في الناس على على اي اساس مثلا هل يعني مثلا انت بتسجنين ابوك امك اخوانك اهلك طيب بما انك انتي يا ام سيف عارفا هذا الحركة انها حركة استغاثه. كيف اللي امامك مثلا اه او انت ما ادري احد في امامك او احد قال بي راغبك او شي والله ما ادري ان هي نظراتها صراحة شوفوا الحركة يوم سوتها. شوف اطلع يعني اطلع من يسارك انه في احد يراقبها فاهمين كيف? كان في احد يراقبه سبعها يعني كانها مراقبة. عنها مراقبة هل هذا قدامك انت فاهم الحركة غادي استغاثه هم وهو فاهمها ويخليك تنزلين الفيديو. ما ادري. ما حد يدري اساسا يعني بس يعني استغيثين من اهلك مستحيل لانه في فيديوهات انه طالع ابوها من شغل متكلم. يعني لو تبحثون على ابو ام سيف مسلا. بمثال طلع لك صبحة جديدة تعال هنا. ابو ام سيف. ابو ام سيف. شوف مثلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلك مع كنن. امك ابوكي. اختك. بورجيكي شلون بتطالع لك كذباتك. باران شلونك عدنان. سوسو شلون كون وجود. دول احفادي اللي مع بشوفهن. انا صار ثمنت شهور ما شفتن. اه فانا مقلع من طرف ام سيف ومن طرف الام ومن طرف الولاد. شوف هذا انا ما ادري. ولا احد يدري. بس هو ما تكلم الكلام هذا مستحيل. يجي رجال شايف بها طريقة ويتكلم يقول لنا. ابوها ابو ام سيف. ومطرود من قبلها ومن قبل امها. ام اه زوج تلي هي امها وعياله. وقاطينا في الشارع. يعني هو بيكون هذا هو العنف العائلي بينهم الله يعلم. احنا ما ندري. لكن هل ابوها يعني ما يعرف الحركة هذي. اذا هي عارفتها. حركة استغاثة. زين انتي جمهورك كل عربي. مش عرفهم في حركتك حقة الاستغاثة هذي. فالنفرض واحد اثنين ثلاثة اربعة يعرفوا الحركة. سو ما ينفعل الانسان يشتكي على اهله. طبعا الحركة هذي. معروفة على مستوى عام عند الايجانب. شوفوا. شوف هذه الانسانة تشرح. يمكنك ان تنغذ يمكن ان تنغذ اشارة اليد هذه حياة شخص ما. شوف هذه الحركة. شوف. هذه الحركة يمكنك ان تنغذ شخص ما. شون ان تنغذ شخص ما عليها اساس. نفهم. شوف يعني مثلا. اه لاحظة يكون فيها نوع من تغييد من انطرغلتين بين اشخاص ولوصول إليها مفيدا كثيرا. اه شوف. هو اشخاص المعرضين لخطر هذا العنف. اللي هم يعتبروا عنف عائلي يعني. فاهمين كيف شغلة. فهي شغلة هذه عنف عائلي لا اكثر ولا اقل. من زين. فالحد يعني كل واحد يوتيوبر وكل واحد مركب فيديو قناة وهذا ما تدري انتم سيف في هذا شنو وضعها اساسا. انت ما تدري انت ما تدري انت ما تدري ما لك الا انك تشوف الفيديوهات حقات الناس وما تعرف انت تصدق مين فيهم اساسا. انت تصدق مين فيهم اساسا. ما تد ترجع هي هذه يعني مستحيل راح تغيب من مستحيل من سابع المستحيلات انها خاصة تترك اليوتيوب. وتغيب. هذا اليوتيوب يعني يعتبر شغلها. نزين? يعتبر شغلها وما جمعت هذا الكمية من الناس الخمسة مليون اللي هم ستة مليون راح يصيرون على اساس تترك اليوتيوب. لا مستحيل هذا الشيء. هذا الشيء لا يصدقنيها ايا. يعني اي انسان يوتيوبر راح يقول لك يوانا ترى انا بتترك اليوتيوب هذا كذاب. كذاب 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 خذها من عندي انا. اوكي? بس هذه عندها مشاكل عائلية فقط. ما يستحسن اصلا تنزل فيديو. يطق ترنت. الثالث على الصبحات العالمية. او طق الاول اللي حين نزل يعني اللي نصار لفترة اخر واحد شكل ينزل عنها. وهذه مشاكل عائلية يعني هي تقدر اساس ان تستاجر لها بيت او شيء. انت الموظور. تروح تقعد الحالة. هي صاحبة قناة وبحمد الله يعني حالها اكيد انه بيكون كويس. بتستاجر بيت وتقعد وانت المو. يعني ما حد راح يتعرضها ولا حد راح يقرب لها. ساعدا شغلة اخرى هي قاعدة في تركيا. على ما اعترض يعني تركيا فيها دولة قانون يعني. هل? الدولة يعني رايح فيها لها الدرجة. ما تدري انها معرض العنف او شيء. بل اش شالات هذا العنف عائلي ومعنف عائلي. ترى هذا شيء جديد يعني. يعني ما في ترى انا ما عندي ما اعتقد انه فيه اهل. يعني يقتل بنته ويذبحها ويسوي حركات. شل هذا الكلام? هذا الكلام غير 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 لا يصدق اصلا. يعني انا بفهم وين بيوصلون اه ناس العرب. تفكيرهم وتصرفاتهم. خلاص يعني خلاص راحة الانسانية عند الناس. اختفت. كل واحد يشتكي على اهلك الواحد ماذا يسوي باهله. وين وين راعت الانسانية? يعني على طول الناس يعني كل العالم هذا كل العالم هذا. في مشاكل. في كل شيء. هي مشكلتها عائلية يعني حسب ما ذكر انه ابوها. وهي عندها مشكلة مع ابوها. لا اكثر ولا اقل والله اعلم هي بكرة راح ترجع اكيد. وراح ما تشرح موضوعها اكيد يعني خلاص. بس ان هيش على العموم على العموم ما تدري انت شنو شغلتهم هم هذول اليوتيوبرية. انت ما تقدر تقول انها دراما. وما تقدر تقول انها كذابة. انك انت ما تدري انت غير عالم في الموضوع يعني انت مربى العالمين عشان تعلم. اه فانت اللي عليك انك تصبر وتنتظر وتشوف. غير ذلك ترا هي وضعياتها يعني اللي طالع فيها بالفيديو. يعني انسان يعني ما تحسنها في خطر نهائيا. يعني شنو الخطر? خطر من اهلها? ابوها يضربها امها تضربها? ماذا مو خطر ما يعتبر خطر صراحي. بس هي ممكن انها هي ممكن تلعب على الترند. الله اعلم. الله اعلم. احنا ما نقدر نعطي خبر كاذب او نالف من عندنا. بس الله اعلم انها تلعب على الترند. اذا اذا اللعبة هذي من عندها انا اعتقد ان جمهورة راح يكرهها وانتعلم موضوع. ما راح يعني ما راح تخسر عدد كبير منهم. مستحيل تخسر عدد كبير يعني. عادي في كثير يوتيوبرية سووا ودراما وكذبوا على الناس. ينزل العدد بعد ان يرجع يرتفع من جديد. تلات ناس الناس المشكلة ما عندك اي مشكلة بالحياة. بس ما اعتقد انها لها داعي الحركات هذين اللي نسان يسويها. وهذا الكل اللي عندي والله ما عندي شيء اخر. والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة